السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي العزاء مرحبا بكم من جديد في فيديو استكمالا لسلسلة فيديوهات تخفضات السيارات في مصر احنا عاملين سلسلة فيديوهات حطين فيها كل تخفضات السيارات اللي حصلت في كل شركات السيارات في مصر علشان الناس تقارن ما بين التخفضات وتعرف أفضل سيارة لما يجي وقت الشرى ان شاء الله الناس تقدر تقارن وتقدر تعرف سعر العربية فعلا اللي نزل عليها التخفيد ولا كانت لعب ولا ما نزلش عليها التخفيد النهاردة هنتكلم عن ساة إبيزا 2020 تخفيضات اللي نازل عليها بقيمة 10 تلاف جنيه لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تجي لك فيديوهاتنا الجديدة نبدأ على بركة الله شركة ساة اعلنت عن تخفيضات ساة إبيزا مديل 2020 وخفضت سعر فئتين من فئات العربية دي في الفترة اللي فاتت طبعا في السوق المصري شفنا كتير من التخفيضات القوية على كل أنواع السيارات من مختلف الفئات السعرية وشفنا تخفيضات بجوه 5008 وستيروين سي فايف وبجوه 301 وتخفيضات كيس بورتج والعديد من التخفيضات الثانية العربية ساة إبيزا بتنافس كتير من العربية في السوق المصري بتنافس فورد فيستا وفاة تيب وهاتشباك وبالكورسا تيوت يارس لكن إبيزا أفضل منهم بفرق كبير ساة إبيزا نزلة في سوق المصري بتلت فئات وأعلنت شركة ساة إنها خفضت سعر أول فئتين منها بحوالي 10 تلاف جنيه ولسه كل يوم فيه تخفيضات عشان كده خطوة الشيرة الأيام دي هي خطوة مش نكحة خالص العربية تم تخفيض أسعارها ومن المنتظر يتم تخفيض الأسعار مرة تانية بسبب هبوط سعر الدولار هينتظر إن شاء الله هبوط أسعارها تاني أول فئة في العربية دي نزلت بسعر 260 ألف بدل من 270 ألف بتخفيض 10 تلاف جنيه تاني فئة نزلت بسعر 335 ألف بدلا من 345 ألف بتخفيض 10 تلاف جنيه الفئة الثالثة سعرها 350 ألف جنيه بدون تخفيض الفرق بين الثلاث فئة دول وبعض هي إن الفئة الأولانية اللي هي ريفرنس فيها كماليات 6 وسائد هوائية شاشة تاتش 6.5 بوصة 4 سماعات جنت 15 نزلت بسعر 260 الفئة الثانية زيادة على كلام اللي قلناه تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح جنود 17 مسبت سرعة نزلت بسعر 25 ألف الفئة الثالثة الفئة فيها نظام صوتي متكامل شاحن هواتف ويرلس نزلت بسعر 350 ألف نهاية الفيديو أتمنى كنت قدمت معلومة مفيدة شكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ليصلك كل جديد